لطالما أكد المتظاهرون أن قناصة إيرانيين هم من اعتلوا الأسطح وأطلقوا الرصاص ليخلفوا أكثر من ثلاثمائة شهيد وآلاف الجرحة بين صفوف المتظاهرين السلميين في بغداد وغيرها من مدن العراق الجهات الحكومية نفت بالطبع ذلك على الرغم من الإعلان الإيراني عن إرسال آلاف العناصر من القوات الخاصة تحت مزاعم تتعلق بحماية مراسم الزيارة الأربعينية تقرير لمركز دراسات مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت أكد أن القناصة بالفعل كانوا إيرانيين ليس ذلك فحسب بل وأكد أيضاً أنهم كانوا تحت إمرة القيادي في ميليشيات الحشد أبو زين بن لامي الذي كلف بمهمة صحق التظاهرات الشعبية في البلاد أبو زين بن لامي واسمه الحقيقي حسين فالح اللامي يرأس جهاز الأمن في ميليشيات الحشد وهو الجهاز المسؤول عن متابعة أداء قادة ميليشيات الحشد ومدى التزامهم بالتعليمات ثم إنفاذ العقوبة إذا هم خالفوا الأوامر أو التعليمات كما يعد اللامي أحد أبرز قادة ميليشيا حزب الله في العراق تلك الميليشيا المقربة من نظام طهران والمصنفة على لائحة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة وبحسب تقرير المركز العسكري الأمريكي فإن اللامي يبرز كشخصية قوية ونافذة على نطاق واسع ويرتبط بشكل مباشر مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذراع الأقوى في الحرس الثوري الإيراني وحتى بشكل مستقل عن فالح الفياض وأبو مهد المهندس الشخصيتين الأقوى في هيئة ميليشيات الحشد وهو ما يرجح برأي بعض المتابعين أن إيران تعد اللامي ليحل محل أحدهما في ميليشيات الحشد إذا مقتدت ضرورات المناورة والتغيير اللامي إذن هو المتهم الأول بقتل المتظاهرين السلميين في شوارع العراق بحسب الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت لكن التحدي الأبرز هنا يكمن في مدى قدرة النظام السياسي في العراق على محاسبة اللامي متجاوزا بذلك حدود النفوذ الإيراني الذي لا يتوقف عند إدارة اللامي فقط وإنما يدير مجمل المشهد السياسي والأمني في العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر